خلولي أروح لموضوع بس تاني لأنه كانت المسألة بالنسبة للحقيقة فعلا فعلا يعني كابت على نفسي بما أني بتكلم كلنا هذا الرجل كلنا هذه السيدة الفاضلة فسيدات مصر دائما طول الوقت يحصدنا المراكز إذا صح التعبير يحصدنا الأصوات في أي انتخابات ست المصرية فعلا مش هزار قعد عمالة بتعدي يعني بقيت على رأيي الجماعة الإنجليزية وقالك كده بيوند مش هزار والله بتكلم جد تعال نشوف لجنة شؤون المرأة في منظمة العمل العربية وهي طبعا المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية زي ما حضراتكم عارفين انتخبوا سيادة النائبة المصرية سولاف درويش وكيلا للجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتخبوها رئيس للجنة في منظمة العمل ده خلال الاجتماع لعقدته اللجنة بحضور مجموعة رائعة جدا من القيادات النسائية من شتى البلدان العربية سيادة النائبة سولاف درويش رئيس لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية النائبة البرلمانية الشهيرة يا أهلا وسهلا وألف مبروك الله يبارك في حضرتك وإهلا وسهلا بسيادتك وكل سنة وانتو طيبين وحضرتك طيبين على تقديم الجميلة لا والله حاجة تفرح وحاجة تشرف وشيء أكتر من رائع أهمية هذا الانتخاب وأهمية هذا اللقب الجديد الذي يضاف إلى ألقابك أعلم أنك يا سيدة تبتغي العمل طول الوقت وليس جمع الألقاب يا رب أنا أفضل حضرتك وطبعا هو أهميته بالنسبة لنا في هذه المرحلة هو دليل قوي جدا على مكانة المرأة المصرية اللي اتحذر بها من القيادة السياسية ورعاية الرئيسات والفتاح السيسي لأنه فعلا الأهمية اللي أعطاها للمرأة المصرية جعل العالم العربي كله ينظر إلينا بصورة مختلفة تماما ثانيا الحمد لله أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أني أكون جديدة بهذا المنصب وأني أقدم الدور اللي مطلوب مني خلال العمل في هذه المرحلة وهذه المرحلة مطلوب مننا أننا بنحق الأستراتيجية العربية لنهوض عمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة في عدة موضوعات دخول المرأة العربية في منظومة التغير الرقمي دخول المرأة العربية في سوء العمل وفقا للقضاء الكامل على الفقر والقضاء الكامل على الأمية والقضاء الكامل على الزواج المبكر وفقا لكل دولة على حسب عددها وتقاليدها المفروض أننا بنشوف الرائدات في مجال قطع الأعمال نقل التجارب المختلفة رفع شأن المرأة والتماسك بالمكتسبات التي حصلت عليها المرأة في خلال الفترات السادقة مصر كانت جديدة بالاحترام خلال الفترة السابقة من 2015 حتى 2022 نقول أن تقريبا حصلت المرأة المصرية على جميع حقوقها الكاملة أصبح كل المجالات متاحة إليها وآخر حاجة كانت القضاء ومسؤول المرأة على منصف القضاء طبعا هذا التجربة الكبيرة التجربة التي كانت موجود ممثلين على المنددة 21 دولة الواحد وعشرين دولة العربية في بعض الدول للأسف الشديد ما فيش امرأة في البرلمان بتاعها بعض الدول العربية برضو تجربة مصر الفريدة أن في خلال فترة بصيرة جدا تغير المؤشرات العدم التميز وتحقيق التنمية المستدامة للمرأة الجزء الخاص للتمكين الكامل السياسي والاقتصادي والتمكين السيطاني بالقضاء وأيضا في التمثيل في الحكومات كان شيء مبرق يعني فيه طريق الكل العالم بصله وبصل للاختلاف 156 نائبة في البرلمان شغل تنكين اقتصادي كمان لما تجيب تبص للرائدات اللي إحنا لما جينا نحصرهم وقدمهم للمنظمة الرائدات المصريات عادة كبير جدا أنا نفسي مكنش متخيلة أن العادة ده موجودة عندنا في مصر وأنا بحثوا فيه أكثر عادة كبير أنا لقيت سيدات أفاضلات تستحق فعلا أن أنا أقول أن إحنا في مرحلة تانية خالص إحنا في نقطة مختلفة تماما نتكلم فيها طيب سيادة النائبة دايما يعني عملك أو يعني المنصب الجديد بترقسة لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية كما نعلم هتخرجوا بتوصيات يعني ليس للمنظمة أو حتى الجامعة أنها تملي على حكومة أو دولة شيء ما لا توجد صفة الإلزام إنما هي التوصية إيه اللي هتقدر تقدمه سيادة النائبة سلاف درويش وهي رئيسة لجنة شؤون المرأة للنهوض بمسألة التمكين العام للمرأة العربية خروجا من التوصية إلى المحاولة لأجل أن يكون ذلك أمر ملزم يعني التعاون مع النواب والنائبات المختلفين من شتى الدول العربية عشان تتحول لقوانين فاعلة صحيح أو تتحول خلينا نقول إن لو في بعض التشريعات نقدر نددد نكفينا جميعا ونقلل مقلب الخدرات من دولة أخرى اللي حصلت ونجحة دولة ونقدر نخرجها بشكل مماثل ده وضع يعني جانب التشريع إحنا حطينه من ضمن العناصر الأساسية إن إحنا لازم ننقش بعض المواضيع المشتركة بيننا كدول عربية وبعض الدول اللي نبحث فيه حل هذه الأزمة ببعض التشريعات أو ببعض القوانين اللي تم سنها وفعلا نفذت على أرض الواقع وجابت نتجة الحاجة الثانية لازم أحط قعدة علمية وتدريبية لدفع المرأة لقيامها بدور أكبر ضمن قوة العمل الرقب لازم أحط القعدة لو أنا حطيت القعدة وإحنا قاعدين على ترابيزة واحدة وكان بدنا لغة حوار وحدة في الدول العربية لأن كل دولة لها نظامها في أليات التطبيق وحصينا لكل دولة ورقة عمل تقدر تنفذها وهي موجودة في دولتها وأنا في دولتك أقدر ننفذها أو تدمن الاحتكاة بأحد الدول قدر تنجح في المرأة في هذا الاتجاه هنقدر ننفذها على أرض الواقع لكن ما ينفعش أقول توصيات واسبها كده مبهاما أنا لازم أقولي توصية وآليات الحل وفيسوية التنفيذ أشوف دولة نفذت وأبتجي أخذ منها وفقاً ما يناسبني أنا كفي دولتي وأبتجي أحلى على الجانب العلم إحنا تخصصات مختلفة قاعدين ممكن أجيب مستشارين التخصص اللي نتكلم فيه أو هيكون فيه القضية ديات ونعود ونجيب حلول ممثلة تزودها بالمهرات الفنية تزودها بالتدريب المهني الفعلي ليه ما عملش معارج لنا في الخارج في كل دول العربية أو الدول اللي تستطيع أنها تنظر لمعارج والمعارج اللي عندنا اللي ناجحة بدا اللي تابع لوزارة التضامن الاجتماعي اللي احنا بنشوفها الشيء مشرف لنا ليه مخرجهاش عشان العلم اللي برا يشوف احنا بنعمل ايه وكذلك يبقى تسويق لنا في مصر مية في المية وغيره من المناحي يعني ده في قطار التمكين الاقتصادي والظهور الاجتماعي ايضا في مسألة تجربة ايضا المصرية في دخول المرأة كعنصر فاعل جدا في المنظومة العدلية بتوليها منصب قاضية الى اخره يعني احنا عندنا الحمد لله والشكر لله فعلا تجربة حلوة حقيقية واقعية شديدة الايجابية انا عايز اشكرك جدا 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 سات النائبة سلاف درويش رئيس لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية وطبعا عضو مجلس النواب المصري ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس